أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على رأسها جهود الحفاظ على التهديئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلية واستئناف المفاوضات بين الجانبين وخلال اتصالا هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تانياهو لتهنئته على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة أكد الرئيس سيسي على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي كما شدد الرئيس سيسي على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل ما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة